إليك هذا التدريب الذي يقول استخرج المفعول معه مما يأتي وبين حكمه والعامل فيه إذن السؤال لك والمطلوب منه ثلاثة أشياء المفعول معه تبين حكمه العامل فيه ولعلك الآن مستعد يا عزيز الطالب كي تستخرج وتبين المطلوب قال تعالى وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَا وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَعِينِينَ هل تستطيع أن تميز المفعول معه من هذه الآية لا شك أنك الآن تشدد انتباهك وتحاول أن تجيب على السؤال وننظم الإجابة عن السؤال نقول المفعول معه لابد أن عرفت أنها كلمة الطير لأنه جاء بعد الواو والواو هنا بمعنى معه والطير مفعول معه ما حكمه حكمه النصب منصوب وعلامة نصبي الفتحة ما العامل فيه هو المطلوب الثالث العامل فيه هو كلمة أو الفعل يسبحنا وقال الشاعر إذا كانت الهيجاء وانشقت العصى فحسبك والضحاك سيف مهند لا بد أنك الآن تشدد انتباهك وتحاول استخراج المفعول معه وهذا هو المطلوب منك وبالتأكيد أنك ستميز أن كلمة الضحاكنة هي المفعول معه فما حكمه أيضا حكمه النصب ما العامل فيه الآن تبحث عن العامل ستعرف أن العامل هو المصدر حسبك المصدر حسبك والمصدر هو من العوامل التي تعمل والمواصب التي تنسب المفعول معهم ونأتي إلى البيت الثالث يقول الشاعر إذا أنت لم تترك أخاك وزلة إذا زلها أو شكتما أن تفرق وهذا البيت من الحكم إذا لم تترك أخاك صديقك صاحبك والزلات قد يزلها أو يخطئ أو شكتما أن تفرق أي لا بد أن تتفرق إذا لم تتقبل أخطاءه التي يخطئها ما المفعول معه هنا؟ لا بد أن تشدد انتباهك وتحاول استخراج المفعول معه وستبحث عن الواو والواو المعية وستقول المفعول معه زلة التي بعد واو وزلة فما حكمه؟ النصب لأن أي مفعول معه منصوب وعلى منصب الفتحة هنا ما الذي نصبه؟ ستتبين وتبحث لا تجد مصدر ولا اسم فاعل وستجد الفعل تترك وهكذا تستطيع أن تستخرج المفعول معه وتستطيع تبين حكمه وكذلك تبين العامل فيه والتدريب آخر وهو أعرف ما يأتي وقد تعمدنا أن نعطيك هذا التدريب لكي تعرف الإعراب والإعراب حقيقة هنا في البداية هي سيكون بمقدار من الصعوبة لكن ما يهمنا هنا إعراب المفعول معه اللهم حشرنا والصالحين هذه جملة تحتاج إعراب وحرسنا أن نعطيك إعراب كل الجملة حتى تتعرف على أكبر قدر من مهارات اللغة العربية ومن مهارات الإعراب الكلمة الأولى اللهم وهذه الكلمة مركبة وهنا الأصل يا الله هي دعاء الأصل يا الله احشرنا والصالحين وسندرس أسلوب الندام اللهم هنا لفظ الجلالة منادى بحرف نداء محذوف تقديره يا الله مبني على الضم في محل نصب لأنه منادى والمنادى دائما يكون في محل نصب والميم هنا عوض عن حرف النداء فعندما يحذف حرف النداء يا تعوض عنها بميم ويصبح اللهم إذن الميم هنا عوض عن حرف النداء ونتعملت أن أعطيك هذا التدريب حتى تستطيع أن تعرف أي دعاء يريد فيه كلمة اللهم وهو حرف الميم حرف مبني نحن الآن إعراب الميم هو حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب اللهم احشرنا احشرنا بالتأكيد أنت تعرف والآن تحاول إعرابه إعراب هذه الكلمة وإعرابها بسيط احشرنا احشر فعل أمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت لالله سبحانه وتعالى احشرنا يا الله أنت والضمير ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به لأن الحشر يكون لنا نحن والصالحين الواو هنا بمعنى معه والصالحين مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم وتنبه معي جمع مذكر سالم وجمع المذكر السالم يكون منصوب بالياء ولإعراب الواو بالتفصيل هو واو المعية وهو حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب ودائما أعطيك معلومة حتى تعيها دائما الحروف لا محل لها من الإعراب وتكون مبنية على الحركة التي فوقها هنا و حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب والصالحين لأنه جاء بعد واو المعية يكون مفعول معه ودرست أن المفعول معه يكون منصوب فبماذا منصوب هنا ستقول منصوب بالياء نعم الياء مثل ما هو مبين هنا لماذا لا يكون منصوب بالفتحة ستقول لأنه جمع مذكر سالم وجمع المذكر سالم يكون منصوب وعلامة نصبه الياء